منذ ثمانية عشر عاماً وأزمة الكهرباء في العراق تتفاقم يوماً بعد آخر لتتفاقم معها معاناة العراقيين في ظل أزمات أمنية واقتصادية في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة حاجز الخمسين درجة مياوية استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش المتهم بالفساد لم تغير شيئاً في حل الأزمة في حين وصفها مراقبون بالمناورة الحكومية التي تخضع لإرادة سياسية لاوطنية وتؤكد إخفاق الحكومات رغم تخصيص نحو 90 مليار دولار لوزارات الكهرباء منذ عام 2003 من دون أي نتائج ملموسة في قطاع الكهرباء بسبب الفساد المستشري وخضوع الحكومات المتعاقبة للأجندات الخارجية إيران التي تقف خلف كل أزمة في العراق استثمرت أزمة الكهرباء وجعلتها مصدراً للأموال في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مع أن التجهيز الإيراني لم يكن ضرورياً بل كان على شكل خدمة تقدمها الحكومة لدعم الاقتصاد الإيراني بحسب مصادر في وزارة الكهرباء فقد رفضت الحكومة عرضاً من إحدى الشركات الأوروبية ببناء محطة كهربائية متكاملة بمبلغ 200 مليون دولار في حين وافقت لاحقاً على إبرام عقد من طهران بشراء الغاز بمبلغ 900 مليون دولار وفقاً للنائب السابق وائل عبداللطيف أسباب أزمة الكهرباء وحلولها ضاعت في ظل تراشق التهم بين شركاء العملية السياسية إذا أعلنت لجنة الطاقة النيابية أن أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار منظومة الطاقة الكهربائية والاعتماد على الغاز المستورد من نيران وإهمال المصافي واستهداف أبراج نقل الطاقة من بعض الجهات السياسية وأن وزارة الكهرباء لم تضع خطة استراتيجية حقيقية تعمل على تحسين الطاقة في حين وصفت لجنة النزاهة النيابية ما يحصل في وزارة الكهرباء من أطفاء كامل للمنظومة بالمؤامرة الكبيرة وبسابقة خطيرة ستمتد إلى باقي الوزارة المهمة إذا لم توجد لها حلول سريعة في حين حملت لجنة الأمن والدفاع تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة المسؤولية عن تفجير أبراج الطاقة الكهربائية وأنها تجري في مناطق خالية من وجود أفراد داعش وأن الأعمال التخريبية يقوم بها تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة الكهربائية الأهلية أزمة الكهرباء أجدت الشارع العراقية بالخروج في تظاهرات بعدد من المحافظات أمام دوائر الكهرباء في مشهد يجسد معاناة العراقيين الذين أدخلتهم الحكومات المتعاقبة في أزمات لا تنتهي وملفات مرهونة بجهات خارجية وضغوط إقليمية ترجمة نانسي قنقر